اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة 7 p.m. السابعة مساء Let's go to picture D Hi Alex Hello Alex Hello مرحبا يا أليكس يبدو أنه لم ينتبه في البداية فرد عليه وقال I'm sorry Hi Danny How's it going أنا آسف مرحبا يا داني How's it going بمعنى كيف الحال تشبه كلمة How are you How's it going الرد يكون not bad Not bad يعني ليس سيئا يعني بخير Now saying goodbye حينما نريد أن نودع شخصا ما Saying goodbye Let's go to picture A Goodbye مع السلامة Bye Take care يكون الرد Bye take care اهتم بنفسك See you later Adnan نراك فيما بعد يا عدنان Let's go to picture B 8 PM Good night فاطمة تصبحين على خير يا فاطمة Good night مونا تصبحين على خير يا مونا نأتي بعد ذلك إلى Introductions Introductions يعني التقديمات نقدم أنفسنا أو نقدم أصدقائنا للآخرين Let's go to picture A Asma, this is my friend Hanan Hanan, this is Asma هي الآن قدمت صديقتها إلى أسماء وقدمت أسماء إلى حنان فردت عليها وقالت Nice to meet you Asma سررنا بلقائك يا أسماء Nice to meet you too Nice to meet you too Picture B Hi, my name's Tom مرحبا اسمي توم Hello Tom, I'm Michael But my friends call me Mike مرحبا يا توم أنا مايكل وأصدقائي يسمونني مايك Comprehension Answer yes or no بالنظر إلى ما سمعنا قبل قليل Number one Mr. Porter is George's father هل هو والد جورج أو لا Number two Danny's greeting To Alex Good morning تحية داني إلى أليكس هي صباح الخير Yes or no طبعا لم يكن يقول له Good morning Number three Michael's friend call him Mike أصدقاء مايكل يسمونه مايك الجواب Number four Hanan and Asma are friends هل كان قبل ذلك Hanan وأسمى بالطبع أنهم لا Now Start conversation with a partner الآن مع زميلك حاول أن تبدأ هذه المحادثة Hi John How are you? Fine Paul And you? I'm okay I'm fine B Introduce yourself to a new partner حاول أن تقدم نفسك إلى زميل جديد بالنسبة لك Hi I'm Mona What's your name? مرحبا اسمي Mona ما هو اسمك؟ My name's Asma My friends call me Somi اسمي أسمى وأصدقائي يدعونني Somi Nice to meet you سورنا بلقائك C Introduce your friend to a classmate حاول أن تقدم صديقك إلى زملاء الفصل Mustafa This is my friend Mohamed Mohamed This is my classmate Mostafa Nice to meet you Nice to meet you too FYI اختصار إلى كلمة For your information من أجل معلوماتك For your information فنختصرها FYI Use titles with last names or with first name plus last name Mrs. Jones Ms. Jones Ms. Jones يعني Miss Jones الآن ساة Jones or Miss Karen Jones Miss الآن ساة Karen Jones In greetings use titles with last names only Mr. و Mrs. و Miss مع last name يعني نذكر العائلة Okay For example me for me Mr. شرفنا بالنسبة إلى أشخاص آخرين Mr. الناصر وهكذا فلا نستخدمه مع الاسم الأولاني إلا نادرا Miss Jones جونز هي لقب العائلة وليس اسم الآنسة Use title with last name only You say Hello Miss Jones من الأدب أن تخاطب الشخص باسم عائلته ولا تخاطبه باسمه المباشر فلاحظوا الجدول الذي أمامكم إذا كان عندي man رجل فأقول له Mr. For example الناصر يعني الناصر هو اسم العائلة Mr. الناصر إذا كان متزوجا Mr. الناصر إذا كان single بمعنى أعزب غير متزوج فأقول له Mr. الناصر أما بالنسبة للمرأة مختلف الحال فإذا كانت المرأة متزوجة فأقول Mrs. Mrs. فأذكر اسم عائلتها Mrs. إذا كانت متزوجة Mrs. إذا كانت غير متزوجة لا أقول لها Mrs. وأنتقل إلى اللفظة الثانية وهي Miss Miss واسم العائلة Miss الناصر For example Miss سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة وإذا تعلم بأنها غير متزوجة فتقول لها ماذا Miss مباشرة أتي بعد ذلك إلى درس grammar Verbi أهم فعل في اللغة الإنجليزية هو Verbi Verbi هو فعل بمعنى يكون ولكي أختصره أقول هكذا I am I am أنا أكون I am John بدل ما أقول I am I'm I'm John إذا كان singular يعني مفرد أما إذا كان plural جمع فأقول We're نحن We're friends نحن أصدقاء You're Sue أنت Sue اختصاراً لي You plus Are You're He's Bill اختصاراً ل He is She's Mary اختصاراً إلى She is اختصاراً إلى They are You are We are FYI For your information من أجل معلوماتك The short forms with apostrophs هذه لاحظوا الفاصلة العليا يقال لها apostrophs are contractions مجرد ما تشوفون الفاصلة العليا فتعلم أنه يوجد contractions اختصارات فإذن هذه تدل على وجود الاختصارات نأتي بعد ذلك إلى Possessive Adjectives My You're His Hair Singular إذا كان الاسم مفرد فأقول My name is Fatima My يعني اسمي أنا Is Your name Mona Your اسمك أو اسمك His name اسمه His name is John اسمه جون His name is جورج اسمه جورج Complete the sentences Use the correct form of the verb be أكمل الجمل باستخدام فعل ب يكون وتصريفاته وإليكم الإجابات Number One Mr. Albedry is the principal السيد البدري هو المدير أو الناظر ناظر المدرسة Number Two I'm أو ممكن أختصرها أقول I'm أو I am I am a student أنا طالب Three مات و طبعا هما اثنان فاثنان يعني جمع فلا أقول is قول are مات و بن رفيقا فصل Number Four Is Is رانا أتوان أتوان أتيتر هل السيدة رانا أتوان مدرسة Number Five You're or You Are full form You Are أوكي ومع وجود هذه الفاصلة كما قلنا apostrophs يعني هناك اختصار فأقول You're My Best Friend أنت صديقي المفضل Six Mr. and Mrs. Jones Are married السيد والسيدة جونز هما متزوجان Exercise B Complete the sentences with passive adjectives أكمل الجمل باستخدام صفات الملقية وإليكم الإجابات Number One He's a teacher His name is Mr. Farhat هو مدرس واسمه السيد Farhat Number Two I'm a student My name is Aisha أنا طالبة واسمي هو Aisha Number Three He's the director هو المخرج His name is Mr. White اسمه السيد White Number Four This is Henry His last name is Parker Parker اسمه Henry واسمه الأخير يعني اسم العائلة هو Parker C Complete the conversation then practice with a partner أكمل المحادثة ثم تمرن مع زميلك Number One What's his name His name is Luke Two Mom This is Rafa and this is Asma They're my friends طبعا نختار واحدة منهم B Nice to meet you Three What's her name Her name is DB She's my neighbor neighbor يعني جارتي Four Welcome to English class My name is Mrs Nadia Hello Mrs Nadia I'm Yasmin D Complete the conversation use the phrases in the books حاولوا أن تستخدموا العبارات في المستطيلات لكي نكمل بها المحادثات التي أمامنا والإجابات هي ف Number Four Pronunciation Pronunciation يعني طريقة التلفظ والألفاظ Listen to the intonation then practice استمع إلى هذه النغمة ثم بعد ذلك تمر لاحظوا السهم الذي أمامكم أنه جاء بصيغة سؤال فتلاحظون لابد من نزول اللفظ إلى الأسفل استمعوا للمقطع الصوتي وطبقوه What's your name? How are you? How's it going? لاحظوا متى نزلت النغمة name you going number five listening راح تستمعون إلى محادثات نضع علامة على الإجابة الصحيحة One How's it going? Not bad Two My name is Steve My name is Brad Three How are you? I'm okay Four Good morning Class Good morning Miss Jones Five See you tomorrow Goodbye Six Good night Take care الآن نستمع إلى المحادثة ونحاول أنفهم ما جاء فيها Are you Rick Morgan? هل أنت Rick Morgan? Yes نعم Hi I'm Carlos Rodriguez مرحبا أنا اسمي Carlos Rodriguez I'm from your company أنا من شركتك Nice to meet you Carlos سررنا بلقائك يا Carlos Nice to meet you too سررنا بلقائك أيضا Welcome to Spain مرحبا بك في أسبانيا Thank you شكرا لك So is this your first time here? إذن هذه أول زيارة لك هنا في أسبانيا Yes I'm very excited نعم أنا جد متحمس All our colleagues are at the restaurant كل زملائنا موجودين في المطعم Big meal is ready for you ووجبة كبيرة بانتظارك Great I'm starving عظيم أنا أتضور جوعا The food on planes is terrible الطعام على الطائرات فضيع الآن نأتي إلى Reading What do you say when you meet someone for the first time? ما الذي تقوله عندما تقابل شخصا ما لأول مرة إنوان الدرس A new student طالب جديد Hi My name is Ali مرحبا اسمي علي What's your name? ما هو اسمك؟ Nice to meet you Ali سرنا بلقائك يا علي My name is Ahmed اسمي أحمد Are you a new student? هل أنت طالب جديد؟ Yes Today is my first day here نعم هذا اليوم هو اليوم الأول لي هنا Welcome to the class Ahmed مرحبا بك في الفصل يا أحمد Where are you from? من أين أنت؟ I'm from Aba أنا من أبها Welcome to Riyadh مرحبا بك في الرياض Thank you شكرا لك إنه مكان رائع الآن نستمع إلى المحادثة الثانية نكمل المحادثة بما جاء هنا في المكان المناسب استمع وأكمل المحادثة أمامك Hi Ali Good morning Omar How are you today? Fine thanks How's it going? Great Omar this is Ahmed He is a new student Hi Ahmed I'm Omar Nice to meet you Omar Nice to meet you too How are you today Ahmed? Great It's a great school So is this your first day here? Yes It's my first day at school Are you from Riyadh? No I am from Aba Welcome to Riyadh Ahmed Thank you Omar See you tomorrow Nice to meet you Ahmed Nice to meet you Omar Bye Bye Take care Answer yes or no Number one Ali is a new student Yes or no? No Number two Ali and Ahmed are in Jeddah هل هما في جدة? No Number three Ahmed is from Abha Yes نأتي إلى writing هنا عمودان نحاول أن نوصل للعمود الأول بالعمود الثاني Match the phrase with the correct response هنا سؤال وهذا الرد المناسب له For example Number one Where are you from? من أين أنت؟ اذهب إلى E I am from دمام Number two Hello My name is Muna F Nice to meet you I am Farah Three What's your teacher's name? D Her name is Miss Rafa Number four Are you a new student? الآن تطالب جديد B Yes It's my third day here إنه يومي الثالث هنا Number five Goodbye A See you later Six Welcome to our class C Thanks You're friendly here Friendly يعني ودود Writing corner Sentences الجمل Begin تبدأ With a capital letter بحروف كبيرة Capital And end وتنتهي With a period Period يعني نقطة For example شوفوا المثال اللي أمامكم She is a new student لاحظوا وضعنا أولا بدأنا بالكابتل وانتهينا بال period مثال آخر Her name is فرح Her اكتدينا الجملة بالكابتل وانتهينا بال period two القاعدة الثانية There is a question mark At the end of a question هناك علامة استفهام لاحظوا هذه علامة استفهام نسميها بالانجليش question mark في نهاية كل سؤال Is she a new student إذن عرفنا أنه سؤال بفضل وجود question mark What is her name لاحظوا question mark القاعدة الثالثة Four questions عندي أسئلة بالفعل ب وتصريفاته The subject Subject بمعنى الفاعل And the verb change places نغير فقط أماكن الSubject والVerb لاحظوا Where is فرح from Where is فرح from فرح is from دمام أوكي لاحظوا الجملة Where is فرح from فرح is from دمام أوكي الآن بنبدأ بالVerb B السؤال بيكون بالبداية Verbi هذا Verbi Are you لاحظوا هي You are You are هي الأساس فوضعنا 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 في البداية فصار Are you a new student Yes I'm a new student نأتي بعد ذلك إلى B Write Write questions for the answers in the chart هنا سيعطيك إجابات ويريدك أن تضع لها أسئلة Work with a partner أعمل مع زميل To ask and answer the questions لكي تسأل وتجيب الأسئلة Write your partner's answers below the example يعني حاولا تسأل زميلك وتضع إجابة الزميل هنا والإجابة الصحيحة التي سنعطيك إياها هنا في هذه الخانة Question Answer الأسئلة السؤال الإجابة وليك الحل كما هو أمامك Number one My name is فرح السؤال المناسب لهذه الجملة ولهذا الجواب What's your name Number two Yes I am a new student سؤال المناسب Are you a new student Three No It's my third day at this school سؤال المناسب Is this your first day at this school Four I am from the mom سؤال المناسب Where are you from Five Miss Amal is my English teacher سؤال المناسب Who's your English teacher For meaning and function Write the correct word below Each photo أكتب الكلمات المناسبة أمام الصورة المناسبة هنا نكتب Pin وهنا نكتب Box وهنا نكتب Pencil وهنا نكتب Paints وهنا نكتب Scissors وهنا نكتب Notebook وهنا نكتب Ryan وهنا نكتب Eraser Pin Box Pencil Paints Scissors Notebook Crying Eraser B Match the school supplies with the correct verb هنا هذه school supplies لاحظوا هذا العمود عبارة عن school supplies يعني أدوات مدرسية الفعل المناسب يعني هذا أفعال وهذه أدوات Books ما الذي يناسب كلمة books طبعا لابد أن نقول Read Read books فلهذا هنا سنضع حرف B Eraser اللي ناسب منها إيش Erase فبنضع حرف F Pencil اللي ناسب Pencil وهو Write So we will put D Scissors اللي ناسب Scissors المقص يعني Cut E C Paints اللي ناسب بينها Paint So C Crying The crying نلون فيها فنضع A C Write the correct Verbe Form Exercise We ماذا نستطيع بال Books البوكس ماذا نستطيع Read We read Books ثم ننتقل Number two We With scissors ماذا نستطيع We cut Scissors ثم ماذا الذي نفعله بالPen Or Pencil Pen One Pencil نستطيع ماذا Write يعني نكتب ثم Notebook ماذا نستطيع في النوتبوكس الدفاتر يعني نضع أيضا نفس الشي نقول Write يعني نكتب بالقلم ونكتب في الدفتر Number five Cryings ماذا نستطيع بالCryings قلنا Color أزور أزور ماذا نستطيع كتب اشتركوا في القناة